اشتركوا في القناة فيما ما زال اربعة مفقودين حتى الان ونوى سفير احد الناجين سيدة ووضعت مولودها بسلام بعد عملية الانقاذ تواصل السلطات الرسمية وفرق الاغاثة الدولية في تركيا وسوريا عمليات البحث والانقاذ للمحاصرين بفعل الزلزال الذي ضرب المنطقة يوم امس هذا وعلنت السلطات الرسمية في البلدين عن تزايد اعداد الضحايا حيث ارتفعت عدد القتلى في البلدين الى نحو خمسة الاف شخص فيما بلغ عدد المصابين نحو اربعة وعشرين الفا الى ذلك سجلت او سجلت مئات الهزات الارتدادية في تلك المنطقة تمكنت وحدات القوات الجنوبية المتمركزة في قطاع حبيل يحيا في مدرية الحشام من افشال محاولة تسلل قامت بها الميليشيات الحوثية باتجاه مواقعها المتقدمة في الحرة والشهيد وتمكنت القوات الجنوبية من رصد عملية التسلل واستهداف العناصر المتسللة بشكل مباشر وسقط العديد منهم بين قتيل وجريح في المقابل شهدت جبهة الصلوب تاعز معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثية تزامنت مع اطلاق الميليشيات الحوثية للطيران المسير في المنطقة استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية للعاصم عدن ابو بكر سالم بعبيد واعضاء مجلس الغرفة واكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي حرص المجلس والحكومة على التواصل المستمر مع القطاع الخاص ومجتمع الاعمال بوصفه قائدا لمسار التنمية المستدامة في مختلف القطاعات وعرب العليمي عن تقديره لدور غرفة تجارة وصناعة عدن في دعم الاستقرار الوطني وترشيد القرار والاصلاحات الحكومية الضرورية بحث مجلس الوزراء في اجتماع موسع المستجدات والاوضاع الراهنة في مختلف الجوانب السياسية والعسكرية والاملية والاقتصادية والخدمية واكد مجلس الوزراء على تنفيذ قرارات ترشيد الانفاق واقتصارها على الجوانب الحتمية والضرورية بما يؤدي الى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي ومنع انهيار العملة الوطنية مشددان على استمرار الجهود المنسقة مع مجلس القيادة الرئاسي للحد من الاثار الكارثية للهجمات الارهابية الحوثية على المنشآت النفطية نهاية الموجز اشتركوا في القناة